انا عارف انك زهقت من اليوتيوب والشغف بتاعك بيقل يوم بعد يوم والسبب في ده كله هو مشاكل اليوتيوب اللي بتحصل الفترة الاخيرة منها انخفاض الرهيب في المشاهدات ونقص السعاد بشكل مستمر وعدم احتلسابها وعدم التحديث اليومي ومشاكل اللي بتحصل في الارباح والخصم المهول فيها ومشاكل في استوديو يوتيوب وتعليق في التعليقات وتعليق في استوديو يوتيوب والحسابات اللي بتم اغلاقها انا عارف ان حضرتك بتمر بمشاكل كتير جدا حواليك اصلا غير اليوتيوب وانك بتطلع من مشاكلك دي باليوتيوب ولكن بتطلع من مشاكل وضغطات في حياتك لضغطات ومشاكل في اليوتيوب عايز اقولك انت مش لوحدك وانا كمان معك مش انت بس انا و 87% من منشيلي المحتوى عندنا نفس المشاكل ولكن الفرق هنا ان فيه منشئ محتوى عمل نفسه قاعدة جماهرية بيسند عليها اللي هي حضرتك دلوقتي وفيه منشئ محتوى بقال له سنين مش بيعمل غير تبادل مش بيعمل مشاهدات حقيقية بيشتغل على حاجات غير حقيقية محتوى ما بيطورش فيه حاجات كتير جدا انا مش عادة اتكلم فيها النهاردة ولكن انا بتكلم ان الشغف بدأ يقلب والناس ما بقتش تعمل فيديوهات زي زمان وكمان ما بقتش متابعة اليوتيوب زي زمان ايوه 87% من حضراتكم من خلال الاستبيان اللي بقاله خمس ايام عندها مشاكل في انخفاض المشاهدات ده غير المشاكل اللي حتيجي في انخفاض ارباح وغيره 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 من تعليقات وكل ده اليوتيوب ولا بيحس بينا وكأن منشئ المحتوى موجود على اليوتيوب من اجل المعافرة واحيانا البعض من حضراتكم بيتجه بالفعل لانه يعمل كوارث في قناته من اجل انه يريح ضميره وانه وقته اللي اشتغل فيه في القناة ما كانش يهاضر والله لو اروح اعمل اي حاجة كانت مخالفة او كان اي حاجة انا عايز وقت ده يجي لي بفلوس ولكن الوقت راح والفلوس ما جاتش وانا ما اشتغلتش وما عملتش قاعدة جمهرية وحقت تزعل على كل وقت انت بتقضيع على اليوتيوب بدون مقابل ولكن انا جاي وضح لك وقول لك انك مش لوحدك احنا بقى ما روحناش نعمل حاجة غلط احنا مرينا بنفس المشاكل دي من سنة تقريبا وممكن اكتر وكان فيه انخفاض في المشاهدات وكان فيه انخصن ارباح وكان فيه مشاكل مهولة كبيرة جدا ولكن احنا كملنا احنا ما يقسناش حب الطموح بس قد لنفسك حب الطموح وانت حتشوف المعجزات اللي حتشوفها في حياتك انسى انسى المقابل من اليوتيوب الفترة دي عادي اشتغل من اجل شغفك من اجل حاجة انت بتحبها انسى الارباح وانسى المشاهدات واشتغل من اجل حاجة انت بتحبها انت بتحب المونتاج بتحب تصور بتحب تعمل حاجة اللي انت خطرت محتوها بيدك اخترت بنفسك بخترت عشان ما تزهقش عشان ما يجلكش اي موقف زي ده يقول لك خلاص انا مش مكمل انت اخترت علشان لما تيجي وتحس بالوجع تكمل انا تواجعت ولكن مكمل في حاجة انا باحبها انا مش لاقي اي حاجة مقابل انا حاسس بواجعك لان انا حاب الحاجة اللي بقدمها بس هعند انخفاض في المشاهدة ما عنديش اي مشكلة ولكن انا بحب هعمل بس هعمل بس عندي انخفضت المشاهدة عندي ولكن مكمل في انشاء فيديو او اتنين يوميا وكمان بروح اعمل لك تقييمات ولكن دي حاجة انا بحبها ده شغفي ده على فكرة سهل جدا ان اعمل لحظات قناة جيمينج واسطورية كمان ويلا يلا اعمل المونتاج ويلا جماعة عندي الكمبيوتر برة واللابتو برة والقوضة باسم الله ما شاء الله شقة كامل عد رائش في اعمل لانا عايزه الدنيا ده الفول ولكن ماذا بعد مش شغفي مش حاجة بحبها ولا حاسس نفسي ولا شايف نفسي فيها وهنا بنبدل جاعة نقوله نكلم من مئة الف مرة وانت بتختار المحتوى اختار المحتوى اللي انت بتحبه علشان الوقت اللي احنا فيه ده وقت انتهاء الطموح فيك هو اللي حيموتك لكن الوقت اللي احنا بنمر فيه دلوقتي هو وقت انخفض مشاهدات عند الكل لو مش عندك طموح ومش عندك سبات على الموقف والموقف اللي انت ماشي فيه الموقف اللي انت بتقدامه المحتوى اللي انت بتحبه سبات عليه وغيرت محتوىك هتحس بعد كده ان الشغب بدأ يروح وان حضرتك مش لقي اي حاجة تتقدم فيها وان حضرتك اخطأت الكارثة عملتها في قناتك لانك غيرت محتوى او لانك مساعدت حاجة بتحبها وبدأت تتاجه لمحتوى تاني او حضرتك قلت بينك وبين نفسك ده مش بينجح على اليوتيوب غير اللي بيرقصه ده مش بينجح على اليوتيوب غير اللي بيعمل روتين طب ما نيجي نعمل روتين وهنا بتبدأ تفقد مبادئك من اجل حصول على المشاهدات وانا هنا هقولك انت في كارثة اللي بتعمله ده كارثة اوعى اتفكر تعمل كده دي كارثة اوعى اتفكر فيها ادي لنفسك طموح عادي لما تشتغل من كور مقابل الفترة دي عادي ما فيش اي مشكلة يا متوحد انت بتتكلم ما انت بتحصد بالفعل تلتمائة او ربعمائة او خمسمائة دولار من انتاج المحتوى لكن انا بانتاج لك محتوى بشكل مهول قدامك قدام عينيك علشان القناة ما تقعش انا مكمل لاني مدي خطة لقناتي عايز اثبت عليها على فكرة انا سهل جدا علي اقعد اعيش انا شخيال بدي الكرسات بني عندي زي الفل عادي مش هعمل لك فيديوهات يا عم وبروح اعمل تقييمات واخد اه ارابعين جنيه واتاتين جنيه في الحلقة وبحل مشاكل وباخد منها فلوس عادي مش عامل فيديوهات انا عندي مشاكل قد كده على الفيسبوك وعلى الواتساب احروح حلاء الاول بعد كده بقى جيلكم وبعد كده بقى شوف لأ انا جايلك دلوقتي انصحك اقف جيانبك ومعاك ما انا لو مش كنت معاك في الشدة مش هكون معاك في الفرح لازم اكون معاك في الوقتي ده بالذات واقول لك ان المشاكل دي مشاكل عامة عندي وعندك وعند سبعة وتمانين في المائة من شين واحتوى علشان كده نصحت لك عافر كمل اشتغل اعمل جديد اتعلم ما توقفش ما توقفش ما توقفش او اتفكر انك توقف لانك لو قفت او عطلت القناة بتقل وبتقف ورنكه بيقف عادي مفيش مشاهد بكرة هيكون مشاهد انت بتعمل هستوري على اليوتيوب تاريخ على اليوتيوب عندك الف فيديو على اليوتيوب عادي كمل مفيش اي مشكلة انت هتقدر توصل وحتقدر تنجح من غلال انك تحط بينك وبين نفسك ان انا تموحي تموحي مش بس مقابله مشاهدات دلوقتي مش مقابله ارباح دلوقتي عادي في مشكلة ولكن انا قدام حوصل احنا بنمر في المرحلة دي بسنوية عامة وامتحنات ازهرية ومشاكل نفسية وفترة عصبية كبيرة جدا عندي تسعين في المية من الشعب من العالم احنا يا جماعة بنمر في حرب عالمية احنا يا جماعة عندنا مشاكل مهولة الناس ما بقاش معها فلوس زي الاول يا جماعة هنفكر في يوتيوب اللي هنفكر في اكل وشرب عادي اصبروا لما الفترة دي تعدي على المشاكل اللي على الجميع انت في بيتك شايف باباك عاملت زي بيدخل عاملت زي اخوك اختك اين مشكلة مفيش اي مشكلة ولكن استمر في شغفك في الحاجة اللي انت بتحبها انا جايلك دلوقتي بقول لك ان 87% من الناس اللي موجودة عندنا في القناة عندها مشاكل وانت لو عندك مشاكل اكتب حلم في الكومنتات انت عندك مشاكل شاركنا مشاكلك انا بقول لك انا عندي مشاكل في القناة انا بقول لك اني عندي انخفاض في الارباح انا بقول لك انت عندي انخفاض في الارب ام انا بقول لك ان المشاركين بيروحوا انا حاسس بيك اللي انت بتمر بيه انا بمر بيه وانا ونكمل معاك الفيديو ده نازل وغيره حينزل لبكرة وبفكر في غيره وبفكر اعمل ايد بعد بكرة وبفكر اعمل فكرة ايه وبكمل الكرس انا بفكر بفكر ايه انت فكر واشتغل ما تعطلش ما توقفش كمل اعمل حج كمل على حلمك الحلم اللي انت بتحلمه الناس كلها اللي بتضحك عليك دلوقتي اوعد ساعد ان الناس تضحك عليك اوعد ساعد الناس تبص لك وتقول اهو اللي كان بيقول انا حعمل ويبقى ليه قناة على اليوتيوب راحوا بقبلح اوعد خليهم يحبطوك كمل ارجوك كنا معاك اخوك المتواحد فكرة اللي مستنيك تنجح على فكرة نجحك من نجاحي اوعد فكر انه ضدك انا نفس انت تنجح لان نجحك من نجاحي نفس تتطور عادي ما ترجعي ليش غير وانت عندك مشاكل انا عارف محتوية تعليمي كده ولكن انا لين ولازم واجباري علي ان اطلع حفزك لان انا شايف ان دي اكتر فترة الناس عندها احباط فيها اوعى تحبط لانك لو احبطت هتفقد الشغف وشغفك لو فقدتوا في حاجة بتحبها استحالة هترجع ليها وتدي اكبر طاقة جواك لا دلوقتي اوقف بينك وبين نفسك وقول انا مكمل انا حوصل انا حنجح يا يوسف انا حنجح مهما ان كان اللي حوالي واللي قدامي واللي جنبي بيحبطوني ولكن انا مكمل في شغفي والحاجة اللي بحبها دوام النجاح دي ياوليك انا مش هقولك النهاردة اشترك في القناة ووصل مئة الف مشترك ولا هقولك شاهد ولكن هقولك اعمل بالكلام اللي انت سمعته اعمل علشان تنجح شكرا لك انا بتمنى لك النجاح والله ربنا يا وفاك ونجحك